بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الأعداد المركبة والمتتاليات رقم 6 الخاص بشعبات العلم التجربية والتقني الرياضي والرياضي حيث قال أحسب ألف إي مربع وإي مكعب وإي قوة أربعة ثم باعي إي آن حسب قيم العدد الطبيعي آن يعني كلما تغير هذا آن أعطيت لنا عبارة قال ثانيا استنتج قيمة كل من إي قوة 2006 وإي قوة 2009 ثالثا قال أحسب المجموع من واحد زائد إي زائد إي مربع زائد إي مكعب إلى غاية إي قوة سبعة ثم رابعا قال أحسب حسب قيم العدد الطبيعي يعني هنا نناقش آن المجموع ماذا آس آن يساعدنا واحد زائد إي زائد إي مربع زائد إي مكعب إلى غاية إي قوة آن إذن لنطلق على بركة الليلة في الحل المفصل إذن قلنا السؤال الأول قال أحسب إي مربع وإي مكعب وإي قوة أربعة قوة أربعة إذن نكتب هنا حساب أولا ننطلق بإي نحن نعلم في الأعداد المركبة الشيء الجديد الذي نعلمه أن إي مربع يساوي لنا ناقص واحد هذه إحفظوها في الأعداد المركبة إي مربع يساوي ناقص واحد إذن ننطلق في الأول عندنا إي مربع تساوي لنا كم؟ تساوي لنا ناقص واحد ثم نأتي الآن إلى الذي بعده لهو إي قوة ماذا؟ قوة ثلاثة ماذا يساوي لنا؟ يساوي لنا إي مربع في إي جمع الأسس يعني تعطيكم إي قوة ثلاثة فتسبح لنا كم؟ تسبح لنا الإي مربع قلنا هو ناقص واحد في إي معناه إي لاحظوا نكتب هنا إي نقوم هنا بترتيبهم إي مربع قلنا يساوي لنا ناقص واحد عندنا إي مكعب وجدناه كم؟ تسبح لنا هنا ناقص إي إي ثم نأتي الآن إلى إي قوة أربعة إي قوة أربعة كذلك ما هو إي قوة أربعة ابني؟ لاحظوا إي قوة أربعة في الأصل هو إي مربع في إي مربع اجمعوا الأسس سوف تجدون إي قوة أربعة الإي مربع نحن نعلم قيمتها ها هي يناقص واحد والثاني ما هو كذلك لهو ناقص واحد فيسبح لنا كم؟ واحد إذن إي قوة أربعة تساوي لنا كم؟ تساوي لنا واحد معناه الشيء الذي نستنتجه أن إي قوة أربعة هي التي تساوي لنا واحد معناه الأعداد التي تكون من مضاعفات الأربعة ندقيق جيدا هي التي تعطي لنا واحد أي ما معنى أبنائي لو نأتي كذلك إلى مثلا إي قوة ثمانية دقيقوا هذه في الأصل ما هي هي إي قوة أربعة لكل قوة اثنان لأن قوة القوة هي جدال قوتين قلنا هذه التي بالدخل كم هي إي قوة أربعة أعطت لنا واحد تسمح لنا واحد مو أربعة ويساوي لنا واحد معناه كل إي قوة قوة مضاعفات الأربعة يعطي لنا واحد الآن بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن أبنائي إلى الجباء قال عين إي قوة أن حسب قيم العدد الطبيعي أن إذن نكتب هنا تعين إي قوة أن حسب أن حيث أن هو عدد طبيعي دقيقوا هنا نقطة نقطة أبنائي كي نتعلم إذن في الأول قلنا أنه إي نتابع جيدا أي ماذا أبنائي ها هو المرجع الذي نتحدث عليه إذن نقول لدينا أنه إي قوة أربعة كم تساوي لنا تساوي لنا واحد دقيقوا هنا نقطة نقطة أبنائي كيف يمكن لنا أن نناقش إذن ماذا يصبح لنا يصبح لنا إذا وضعنا أنه إي قوة أربعة كا حيث كا هو عدد ماذا عدد طبيعي تصبح تساوي لنا ماذا تساوي لنا واحد يعني أي عدد يوضع هنا هذا الكا قلت لكم مثل إي قوة مثلا ستة عشر ما هو هو إي قوة أربعة الكل قوة ماذا قوة أربعة إذن هذه ماذا تعطي لكم تعطي لنا واحد مهما تغير العدد الذي يوضع في هذا الموضع فتعطي لنا واحد إذن المناقشة سوف تكون حسب إي قوة أربعة لماذا لأن أعطيكم كذلك اختصار آخر حتى تفهموا إذا قلنا مثلا إي قوة أربعة قلنا يساوي لنا واحد ما تخيل نجعل هنا قوة وهنا قوة فتصبح قوة القوة هي قلنا هي جدال قوتين فتصبح لنا إي قوة أربعة كا تساوي لنا واحد قوة كا والواحد قوة كا مهما كان هو واحد لاحظتم إذن أن المرجع الذي نناقش به هو أربعة كا إذن تصبح لنا هنا واحد الآن هذا الأمر الأول ثم عندنا تخيل لو نضيف نضرب إي نضرب في إي إي قوة أربعة كا نضربها في ماذا نضربها في إي هنا كذلك نضرب واحد في ماذا في إي لم أفعل شيء أضربت من هنا بي إي وأضرب من هنا في إي فتصبح لنا إي نجمع الأسس قوة أربعة كا زائد واحد لأن جمع الأسس هذا أسس واحد مع هذا تصبح تساوي لنا ماذا تساوي لنا إي دقيقوا هذه الحالة الثانية إذن الحالة الأولى ها هي أنه أربعة قوة كا تسعين واحد وأربعة قوة أربعة قوة أربعة كا تسعين واحد وأربعة قوة أربعة كا زائد واحد تسعين واحد عندنا كذلك التي بعدها أنه إيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي كم يا ابنائي؟ اللي هو ناقص واحد ناقص واحد في واحد هو ناقص واحد ها هو الأمر الثالث لاحظوا نأتي الآن إذا عندنا كذلك أ إ قوة أربعة كا نضربها في إ قوة ثلاثة تصبح تساولنا ماذا؟ واحد في إ قوة ثلاثة فتصبح الجمع الأسس بحلنا إ قوة أربعة كا زائد ثلاثة تساولنا كم إ قوة ثلاثة هاي قيمتها انظروا إنها ناقص E الآن نأتي إلى E قوة ماذا E قوة 4K نضربها في E قوة 4 فتصبح أن نضرب منه نصبح 1 في E قوة 4 فماذا ينتج أبنائي أن تصبح لنا E قوة 4K زائد 4 تصبح لنا هذه قناة E قوة 4 كم هي هي 1 تصبح لنا 1 لاحظوا جيدا الآن هل تلاحظون أن هنا لو أصبحت تتكرر لاحظوا هنا كم أولهم واحد وهنا آخرهم واحد إذن كأنما أصبحت هذه قوة دورية ما كيف يا أبنائي لاحظوا جيدا الآن سوف نقوم بالفرز ما بين هذه الحلقات نتابع جيدا أي ماذا أبنائي نتابع هنا جيدا إذن عندنا لو تلاحظون عندنا الحالة الأولى وعندنا الحالة الثانية وعندنا الحالة الثالثة وعندنا الحالة الرابعة أما الحالة هذه الآخرة هي نفسها هذا كم ناتجة هنا واحد وهنا واحد إذن نختار واحدة فيهم إذن هنا نقول المناقشة لاحظوا أنا أكتب هنا المناقشة يعني أكيد حسب قيم آن أولا عندنا في الحالة الأولى إذا كان يكتب هكذا يكتب قوة آن يكتب على الشكل إي قوة أربعة كا نتيجة كم وجدناها لاحظوا النتيجة وجدناها هي واحد معناه إذا كان آن بالمطابقة هذا آن يساوي القوة يساوي القوة كم يصبح يساوي لنا أربعة كا النتيجة كم واحد نتيجة إلى ثانيا ها هو الأمر الثاني إذا كان إي قوة آن يساوي لنا كم إي قوة أربعة كا زائد واحد النتيجة كم يا أبنائي لاحظوا النتيجة ها هي أمامكم هي وإي ليس إثنا ها هي إي انظر إي إذن مع أنه ماذا مع آن قلنا بالمطابقة يصبح يساوي لنا أربعة كا زائد واحد دقيقوا معي ها هي النتيجة الأولى ها هي النتيجة الثانية نأتي الآن إلى الحالة الثالثة في الحالة الثالثة كذلك إذا كان إي قوة آن يساوي لنا كم إي قوة أربعة كا زائد ماذا زائد إثنان معنى آن كم يصبح بالمطابقة يصبح لنا آن يساوي 4K 4K زائد 2 كم كانت النتيجة؟ ها هي النتيجة انظروا كما أشير تصبح النتيجة تعطي لكم ماذا؟ تعطي لنا ناقص 1 نأتي الآن إلى الحالة الأخيرة رابعا إذا كان E قوة N يساوي إي قوة 4K زائد ماذا؟ زائد ها هي زائد 3 معنى الآن يساوي 4K زائد 3 هنا النتيجة كم كانت يا أبنائي؟ النتيجة قد أعطيت لنا ها هي إنها ناقص E ناقص E هذه هي نتائج هذه المناقشة يقول أحدكم الآن إذا جئنا إلى هنا يا أستاذ E قوة 4 K زائد 4 هو نفسها E قوة 4K يعني نفس النتيجة هذه هي المناقشة فقط يا أبنائي بعدها أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال وعليكم أن تعلموا أن العدد الذي يكرر هنا كم في القوة هو أربعة انظروا أربعة لاحظوا جيدا هنا كذلك أربعة ها هي أربعة معناه السؤال الذي يأتي بعد أكيد سوف يكون الجواب في ذلك الأربعة إذن قال استنتج قيمة كل من E قوة 2006 و E قوة 2009 إذن نكتب هنا استمتاج ماذا؟ قيم أو قيمة في الأفضل قيمة كل من ماذا؟ E قوة 2006 و E و 2009 ندقيق هنا جيدا كيف تقول قاعدة؟ نحن قلنا أنه E هذا مكتوب على شكل E قوة أربعة كل مرة مرة زائد سفر و مرة زائد واحد و مرة زائد اثنان و مرة زائد ثلاثة أكيد هذه القوة 2006 مكتوبة على ذلك كيف نأتي؟ نأتي إلى 2006 و نقسمها على ذلك العدد الذي يكرر هذا العدد الذي كرر كل مرة نقسمه ما نسميه في القسم الإقليدية نسميه الدور نقسم هنا على أربعة فنقول عشرون تقسيم أربعة كم؟ هي خمسة خمسة فيه تصبح لنا عشرون عشرون معناها تعطينا هنا صفر ننزل صفر نضع صفر ثم ستة تقسيم إثنان أربعة هو واحد والباقي كم؟ والباقي إثنان إذن ماذا يمكن أن نقول على 2006؟ ليس من مضاعفة الأربعة إذن تصبح لنا أربعة في خمسمائة و واحد زائد الباقي كم؟ هو إثنان دقيقنا الآن أرجوكم كيف يمكن حل هذا اللغز فعندنا نحن إييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ها هو جوابها انظروا جيدا ها هي مكتوبة على ذلك الشكل إي قوة أربعة كزائد إثنان ها هي قي قوة أربعة كزائد إثنان كم هو النتيجة ها هي النتيجة اللي هي ناقص واحد فقط يا ابنائي لاحظتم بعدما أكملنا مع الألفين وستة نأتي كذلك إلى ألفين وتسعة حتى ولو ألفين وستة عشر المهم بفكرة واحدة لاحظوا كذلك نأتي إلى إي قوة ألفين وتسعة تساوي نأتي إلى ألفين وتسعة نقسمها على ماذا على أربعة فتصبح لنا هنا كم خمسة صفر ننزل صفر هكذا تسعة هي اثنان ومن ثماني يبقى لنا واحد فتصبح لنا ماذا فتصبح لنا إي قوة ألفين وتسعة هي أربعة في ماذا في خمسمائة واثنان زائد واحد يعني في الأس مكتوبة أربعة كزائد واحد هذه على هذا الشكل أربعة كزائد واحد أربعة كزائد واحد هذه هي نتيجتها لاحظتم؟ يعني الأمر جدو 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 بسيط لاحظوا إلا تصبح لنا كم تصبح النتيجة هي إي فقط يا أبناء لاحظتم؟ هذا ما نسميه حتى ولو جربتم ألفين وستة عشر يمكنكم أن تقولوا مثلا إي قوة ألفين وستة عشر تساوي نأتي أولا إلى ألفين وستة عشر تقسيم أربعة هنا تعطي لنا خمسة سيفر ننزل هذا سيفر ستة عشر أربعة فتصبح لنا قسمة كيف هي؟ قسمة تامة فتصبح لنا تساوي إي قوة ماذا؟ قوة أربعة في خمسمائة وأربعة تساوي معناها مكتوبة على الشكل أربعة كفقط الباقي غير موجود إذن أربعة ك ها هو النتيجة كم يساوي؟ يساوي لنا واحد بهذه البساطة فقط أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الذي جاء بعدها قال أحسب المجموع إذن نكتب هنا حساب ماذا؟ هذا المجموع الذي أعطيه لنا دقيق هنا أرجوكم لو نلاحظ إلى هذا المجموع إذا سمي مثلا تي إذا سميناه مجرد تي ولاحظوا أنه هذا مجموع لحدود متتابعة لمتتالية كيف هي؟ هندسية أساسها كي يساوي لنا إي ودقيقوا يقول أحدكم لماذا؟ لاحظوا هنا إي قوة صفر كم؟ إي قوة صفر وواحد وهنا نضرب هنا في إي كم تصبح في إي؟ نضرب هذا في إي تصبح إي مربع طبعا نضرب هذا في إي تصبح لنا إي مكعب إلى غاية إي قوة سبعة كم يجد لنا؟ إذن تصبح لنا مجموع إذا تصبح لنا تي يساوينا الحد الأول للمجموع ها هو الحد الأول وهو واحد في الأساسي قوة عدد الحدود عدد الحدود تقول قاعدة الدليل الكبير وهو السبعة ناقص الصغير هذا قلناه في أصليه هو إي قوة كم؟ سفر إي قوة صفر إي قوة صفر الدليل الكبير ناقص الصغير زائد واحد هذه هذه واحدة في الأصل هي إي قوة صفر إذن فأقولنا الدليل الكبير ناقص صغير توضيفنا واحد من عندكم ناقص واحد هنا على السطر على الأساسي على الأساسي ناقص واحد هذه قاعدة مجموعة لمتتالية كيف هي؟ هندسية تصبح تساوي لنا ماذا؟ ماذا؟ الواحد هو واحد لا يحدث شيء تصبح لنا إي قوة ثمانية لأن سبعة ناقص صفر هي سبعة ناقص زائد واحد هي ثمانية ناقص واحد على ماذا؟ على إي ناقص واحد يمكن هنا أن ننجعل أو نتخلص من إي منها المقام فتصبح لنا العبارة ما هي؟ نضرب هنا في المرافق قبل أن نضرب في المرافق علينا أحدث تغيير تصبح لنا تساوي لنا ثمانية أو إي عفوا إي قوة ثمانية ناقص واحد هذه الكتابة هي ناقص واحد زائد إي لأن الجمع عملية تبديلية نضرب الآن في المرافق المرافق هو ناقص واحد ناقص إي لأن المرافق يؤثر على التخيلي هكذا مضروب في ماذا؟ في ناقص واحد ناقص إي المقام مهما كان تعطي لكم هذا مربع في العدد المضروف في الإي مربع بأنهم دائما زائد أو أنشروا سوف تجدون كم لما تنشروا المقام سوف تجدون إثنان نأتي الآن إلى البسط يصبح لنا ماذا؟ البسط نتركه كما هو من الأفضل ماذا يحدث لها؟ تصبح لنا إي قوة ثمانية ناقص واحد مضروب في ناقص واحد ناقص إي أو يمكنكم أن تكملوا النشر فقط يا أبنان هذا فيما يخص المجموع هذا السغير اللي هو من من واحد هنا إي قوة واحد إي مربع إلى غاية إي قوة سبعة سوف نأتي بعدها إلى من إي من الواحد إلى آن لنتابع جيدا نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال آخر قال أحسب حسب قيم العدد الطابعي آن المجموع يعني يجب علينا أن نناقش حسب قيم آن المجموع أولا نكتب هنا حساب أو نعم تعيين أو حساب حسب قيم آن أس آن لاحظوا جيدا أولا نعطينا الأس آن الذي أعطي لناها هو أمامكم أبنائي دقيق وأرجوكم نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا كيف نناقش هنا أولا لو نلاحظ إلى هذا المجموع هو مجموع هذا المجموع هو مجموع لحدود متتالية كيف هي؟ هندسية لماذا؟ لأن نلاحظوا كل مرة يضيف كل حد يضرب في إي هذا الحد ضرب في إي أصبحت إي مربع وهكذا دوا لك إذن متتالية هندسية أساسها مثل الأول هو كا كي يساوي إي الآن ماذا تقول مجموع المتتالية؟ الهندسية يقول أس آن يساوي الحد الأول هذا يقرأ إي قوة صفر لأنه واحد في الأساسي الأساسها هو قوة عدد الحدود الدليل الكبيري ناقص هذا الدليل الصغير زائد واحد معناه هو آن ناقص صفر زائد واحد ناقص واحد هنا على السطرة على الأساسي ناقص واحد ومرة تجدها مع كوسة واحد ناقص الأساس أنه ضرب البسط والمقام في ناقص واحد فقط لاحظوا هنا جيدا فيصبح لنا ماذا؟ فيصبح لنا آس آن يساوي الواحد هو واحد معناه لا يحدث شيء تصبح لنا مكتوبة هكذا أنه إي قوة آن ناقص صفر هو آن زائد وهنا تصبح لنا آن هنا تصبح آن زائد واحد ناقص ماذا؟ ناقص واحد وهنا يمكن أن نعكس بحلنا ناقص واحد زائد إي نضرب في ما نسميه المرافق اللي هو و ناقص ناقص واحد ناقص إي بما أن نضربنا في المقام نضرب كذلك هنا في البسطة اللي هو ناقص واحد ناقص إي المقام أكيد قلنا يصبح لنا هذا مربع زائد العدد المضروف في الإي مربع لأنه موجد جداء شاهر قموا بعمل نشر سوف تجدون إثنان إذن المقام يصبح آس آن يساوي نضع خط هكذا المقام نتابع جيدا إذن المقام يصبح لنا إثنان عفواً المقام قلنا يصبح لنا إثنان أما البسط يمكن أن نكمل النشر هذا في هذا كم تعطي لنا؟ تعطي لنا ناقص إي قوآن زائد واحد دقيقوا معي هنا ثم هذا عفواً ثم هذا في هذا يصبح لنا زائد واحد ثم هذا في هذا يصبح لنا ناقص إي قوآن زائد إثنان يقول أحدكم لماذا؟ لأن نصبح لنا إي قوآن زائد واحد في إي نجمع الأسس جمع هذا مع هذا يصبح لنا آن زائد إثنان لاحظوا هكذا ثم هذا كما أشير هنا باللون الأخضر هذا في هذا يعطي لنا زائد إي نبسط الآن رويداً رويداً كي نتعلم ما أزال بعد لم نصل إلى المناقشة فأصبح لنا آس آن يساوي أولاً هكذا سوف نقوم بالتفكيك المقام نتركه كما هو إثنان أما البسط كيف يمكنه أن نكتب؟ نكتب ناقص إي في ماذا؟ في إي عفواً لاحظوا في إي قوة ماذا؟ قوة آن قمت بالتفكيك حتى تدققوا بأم يعينكم ماذا سوف يحدث؟ زائد ماذا؟ زائد واحد ناقص ماذا؟ ناقص إي في ماذا؟ في إي قوة آن هنا لا يمكن أن نقول في إي هنا ليس إي فقط إي مربع لاحظوا إذن هنا إي مربع لاحظوا زائد ماذا؟ زائد إي الموجود هنا باللون الأخضر لم أفعل شيء إنما قمت بتفكيك العبارة حتى يسهل للمناقشة فقط هكذا أبنائي بعدها يمكن أن نحول هذا الإي مربع الذي تشيرنا إليه هو كم؟ هو ناقص واحد ناقص واحد مع ذلك الناقص الموجود قبله يصبح لنا زائد إي يعني هنا ركزوا هكذا تصبح لنا في هذا المكان زائد إي لماذا كانت ناقص إي مربع في إي؟ هذا ناقص واحد ومضروف ناقص الذي خارجه يصبح لنا زائد الآن بعدما أكملنا مع هذا الشيء أبنائي نأتي الآن إلى شيء اسمه المناقشة لكن تابعوا معي رويدا رويدا كيف نزيل هذا الإشكال لاحظوا الأمر أصبح ها هي العبارة تعالوا نناقش يا أبنائي ركزوا لاحظوا إذن هذا هو المجموع الذي تحصلنا عليه ننطلق الآن لما ها هم الحالات التي تحدثنا عليهم يا أبنائي لاحظوا ها هم الحالات الحالة الأولى إذا كان آن يساوينا أربعة ك نركزوا ننطلق بالحالة الأولى لاحظوا آن واحد آن يساوي أربعة ك أي ماذا؟ أي إي قوة آن كم تصبح؟ ها هي كم تصبح؟ تصبح لنا واحد إذن لما نعوض بك آن يساوينا أربعة ك في هذا المكان كم تصبح؟ تصبح لنا واحد وفي هذا المكان كم تصبح؟ تصبح لكم واحد لاحظتم؟ هذه الحالة الأولى فيصبح لنا آس آن يساوي الحالة رقم واحد يصبح يساوينا ناقص إي في واحد لي هو واحد زائد واحد زائد ماذا؟ قلنا ماذا؟ زائد واحد لأن هذه القيمة تصبح لكم واحد زائد إي على اثنان تصبح كم تصبح؟ ناقص إي زائد واحد زائد مع الزائد واحد تصبح لنا كم؟ تصبح لنا اثنان زائد إي على اثنان أختزل هذا مع هذا فيصبح لنا آس آن كم يعطي لنا اثنان على اثنان ليه واحد إذن هنا يصبح لنا آس آن يعطينا واحد هذا الأمر الأول ناتي الآن بعدها أبنائي إلى الحالة الثانية ثانيا إذا كان آن يساوينا أربعة كا زائد واحد فإن ماذا؟ فإن لاحظوا فإن إي قوة آن قلنا كم تساوي؟ تساوينا ها هي النتيجة انظروا يصبح هو إي إذن تعطي لنا هنا إي إذن بما أن أعطت لنا في هذا المكان إي فهذه تصبح إي وهذه تصبح إي معناها نعوذ هنا بشيء اسمه إي وهنا إي على ماذا نتحصل أبنائي؟ تصبح تساوي إي في إي كم؟ هو ناقص واحد والناقص صبح لنا زائد واحد يقول أحدكم لم أفهم هذه أعطيت لنا إي في الإي والإي في الإي هو إي مربع هو ناقص واحد والناقص الذي سبقت به تصبح لنا زائد واحد زائد واحد زائد إي لاحظوا زائد إي على إثنان تصبح لنا كم؟ تصبح لنا إثنان على إثنان وهي واحد زائد إي وإنه الجواب فقط يقول أحدكم هنا لم أفهم يا أستاذ أعيد سوف أعيد يا أبني لاحظ جيدا إذا قلنا هنا لاحظوا هكذا تصبح تساوي الواحد مع الواحد كم؟ ها هو واحد انظروا جيدا وتابعوا معي قلنا أن هذا هو إي مضروب في إي هو ناقص واحد والناقص يصبح لنا زائد واحد زائد واحد زائد إي وإي هو إثنان إي على إثنان على إثنان هنا تصبح لكم إثنان على إثنان وهو واحد زائد إي فينتج لنا أن أس أن في هذه الحالة يصبح يساوينا واحد زائد إي هذه الحالة الثانية نأتي بعدها أبني إلى الحالة الثالثة الحالة الثالثة إذا كان أن يساوينا 4K زائد 2 فماذا يصبح أن يساوي لنا أن يصبح يساوي حسب ما درسنا في المثال الذي قبله ها هو أمامكم كم يساوي لنا يساوي لنا ناقص واحد انظروا ها هو ناقص واحد فما علينا إلا أن نأتي إلى هنا ونعوذ بناقص واحد وهنا بناقص واحد في مكان الإقوة فقط ونكمل الحساب فتصبح لنا ماذا ناقص واحد ها هو ناقص واحد مضروب في ناقص صبح لنا زائد إ ثم عندنا زائد واحد ناقص ماذا هنا قلنا في هذا المكان نعوذ ب ناقص واحد زائد إ على ماذا على إثنان فيذهب هذا مع هذا فتصبح لنا إثنان إي على إثنان يصبح أس أن يساوينا كم يساوينا إي فقط لأن إثنان إي على إثنان هي يذهب الإثنان مع الإثنان يصبح لنا إي نأتي الآن إلى الحالة التي بعدها أبنائي اللي هي الرابعة في الحالة الرابعة إذا كان مكتوب آن إذن رابعا إذا كان آن يساوينا أربعة كا زائد ثلاثة في الأربعة كا زائد ثلاثة أبنائي معناه أن إي قوة آن كم يصبح يساوي لنا؟ يساوي لنا ناقص ها هي الحالة الرابعة والأخيرة إذن يصبح لنا قلنا يساوينا ناقص إي معناه نعوذ هنا في هذا المكان هنا بناقص عفوا سوف نغير هنا نقطة نقطة إذن هكذا قلنا نعوذ بناقص إي فتصبح لنا هنا ناقص إي كليا هكذا وهنا ناقص إي كليا هكذا الآن سوف يذهب كل شيء لأن إي قوة آن قلنا نعوذها بناقص إي فيصبح لنا آس آن يساوينا ناقص إي في ناقص إي الناقص في الناقص ماذا يعطينا؟ يعطينا زائد أصبح لنا إي مربع قلت إي مربع زائد واحد ناقص إي زائد إي على ماذا؟ على إثنان لكن الإي مربع معروف أنه هو ماذا؟ هو ناقص واحد إذن نعوذه هنا بناقص واحد فماذا ينتج؟ أنه هذا مع هذا وهذا مع هذا أصبح لنا صفر على إثنان لهو صفر إذن هنا الآس آن يصبح لنا يساوينا صفر لاحظتم الآن كيفية المناقشة فقط يا أبنائي يعني الأمر الوحيد الذي علينا أن نعلمه أن لما حسبنا هذا المجموع نعود أصلا إلى المناقشة التي هذا الآن له ربع كتابات له أربعة كا وله أربعة كا زائد واحد وله أربعة كا زائد اثنان وله أربعة كا زائد ثلاثة وكل ما كان كا هذا يتغير هنا في مكاني الآن سوف تعطينا قيمة تلقيق وأن تعطينا عبارة محددة مثلا هنا لما كان الآن يساوينا ثلاثة كا زائد أربعة كا زائد ثلاثة أعطينا ناقص فنأتي بهذه القيمة نعوذها في هذا الموضع كليا وفي هذا الموضع كليا فنتحصل على النتائج هذه السابقة التي تحصلنا عليها وفي الأخير أبناء وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لأننا بالصحة والعافية كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك ليصفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته